كنت قاعد مع نفسي كده بفكر اعمل ايه جديد في الدروس الجاية ونزلت بوست باخد رأيكم فيه ان احنا نبدأ نشتغل او نركز على النوع ده من الدزاينات ولقيت ان ما شاء الله رد في علوك وكان قوي جدا وده خلاني قمت بسرعة اصور الدرس برغم الاصابة اللي عندي وهي تمزق في الارباطة الخارجية من الرجبة لكن مقدرتش ان انا منزلش الدرس ده في اسرع وقت فكل اللي محتاجه منك دعوة حلوة وهقبلك بعد الان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويزايقوا عمين ايه يا رب جميع ان تكونوا خير وفي احسن حال اهم حاجتين قبل ما نعمل اي حاجة اسكر الله وصلى على الله بص بقى يا سيدي انا ان شاء الله قررت ان احنا هنبدأ نركز ان احنا نشتغل على الدزاينات اللي متماشية مع السوق حاليا بعيدا عن شغل الفوتو من البليشن وشغل الدمج والجو ده يعني عايزك تركز على ازاي تبدأ تنسق الالوان وتطلع فعلا ميكس الوان متناسق جدا مع بعضه وكمان اختيارك للفنتان واللي انا شايف ان في ناس كتيرة جدا عندها ازمة في الحتة دي بصراحة هو فعلا ان الموضوع بيحتاج شوية خبرة لكن ان شاء الله هنبدأ نزبطه واحدة فمش عايزي تطول عليك ما تنسيش تسبسكرايب ويلا بينا نخش في الشرح على ما طيب يا صديقي دي الصور ان شاء الله انا هنشتغل عليها في درس النهاردة الصور دي يعني هي مش كتيرة تقدر تحملها من شطر او من اي موقع الموضوع بسيط يعني تمام خلينا بس في المهم دلوقتي احنا هنبدأ نتعلم ازاي لنسى ايه الالوان للناس اللي عندها مشكلة في تنسيق الالوان عندك كزا طريقة بص هو مبدئيا كده الموضوع انا بالنسبة ليه او لاي شخص مسلا بقيله فترة في المجال هو بيبقى عارف الموضوع وعارف ايه الالوان اللي هتبقى متنسئة مع بعضها بحكم خبرته في المجال تمام لكن لو انت شخص مسلا لسه مبتدئ وعايز تعرف ايه الالوان اللي تبقى متنسئة مع بعضها طيب انت لو رحت لجوجل هنا وكتبت موقع لتنسيق الالوان مثلا هتلاقي مثلا في حاجة هنا اسمها افضل المواقع هتبدأ تنزل هتلاقي ان في اسماء مواقع كتيرة جدا تقدر ان انت تخش على اي موقع منهم هيبدأ يديك درجات متنسئة مع بعضها تمام فخلينا برضو نشوف مع بعض هفتح اكتر من حاجة اهو اهو زي ما انت شايف كده هيبدأ يديك اشريطة كده درجات تنفع مع بعض وفي مواقع برضو هتسهل لك الموضوع احسن من كده فعندك مثلا موقع زي ده انت هنا في عجلة الوان كل ما بتبدأ تلف العجلة بيبدأ يديك الدرجات اللي هي هتبدأ ان شاء الله تبقى متنسئة مع بعضها في كمان الموقع ده هتلاقي ان هو بيديك الدرجات اللي تبقى يعني ما فيهاش كلام تمام كل الموضوع ده انا لما باجي اعمل ديزاين مش بحتاجه لان انا بفضل الله مسلا سواء انا او غير في الناس اللي هي بقالها سنين زي ما قلت هتبقى عندها الخبرة الكافية ان هي تبدأ تختار الالوان من غير ما تخش على اي حاجة من الكلام ده لكن مش مش عيب طبعا ورا الموضوع في اي مشكلة لو حبيت تخش وتبدأ تختار او تزبط الموضوع من هنا طيب لو انت مش عايز تخش في الحتة دي ممكن تروح على تمام وتبدأ تعمل تغذية بصرية برضو من الناس اللي اشتغلت ديزاينات حلوة والمكسيكان بتاعهم كان كويس وموفق جدا تقدر ان انت برضو تعمل تغذية بصرية وتشوف برضو الالوان ايه الالوان المناسة الكويسة ولا تبقى مناسة مع بعضها وتبقى تشتغل منها تمام دي كده بالنسبة لموضوع الالوان طيب موضوع الفونتات لو انت دلوقات عندك مشكلة في تحميل الفونتات ومش عارف منين تحمل الخطوط الكويسة اللي تقدر انك تشتغل بها او في حاجات كتيرة بتشوفها حلوة ومش عارف تحملها منين تمام عندك موقع هنا ده بالنسبة لأي المصمم عرب ده هبدأ اخش عليه اهو مثل الموقع ده ان هو بيعمل لك الفونتات كاقصام كده يعني هو بيبدأ يخلي لك قسم الخطوط الحرة الوحد والخطوط مش عارف ايه فخلينا بس يفتح وهبدأ اشرح لك زي ما انت شايف كده لو بصيت هنا في الاقصام دي هتلاقي ان هو خطوط عربية جديدة اي خط عربي جديد هتلاقيه في المجموعة الاولينية دي هنا خطوط القنوات والشركات حسن او هاكن ايا كان خط الرقع الديواني مش عارف ايه هتخش على اي قسم هتلاقي المجموعة الخاصة باسمه تمام طيب الموقع ده مستو كمان ان انت لو نزلت كده اي خط جديد هينزل هتلاقيه في الخطوط اللي برا اللي هي بعيدا عن الاقصام يعني في اي في الجزء اللي تحت ده ونزلت كده هتلاقي ان اي فونت جديد بيننزل بتلاقيه يعني على طول هنا في المجموعة دي فتبدأ تحمل وتبدأ تشتغل منها والموضوع يبقى بسيط كده ما عندناش مشكلة فخلينا نخش في درس النهاردة هنبدأ نشرح ازاي احنا عملنا الدرس اللي انا قلتلكو عليه والموضوع بقى هنبدأ نزبطه كاجزاء وكدروس يعني مسلا موضوع انك تختار الفمتوات المناسقة على حسب المجال اللي انت شغال عليه سواء مطعم او كافيه او مسلا مجال اللي علاقة بالعقارات وكده خلينا نقسمها كاجزاء يعني فالنهاردة بس احنا هنشرح درس الكشري تمام وقول لك انا ازاي عملته تقريبا فقال لي من خمس دقائق يعني فخلينا سريعا اول حاجة هعملها هي اللي هبدأ اشتغل عليها فانا اول حاجة هعملها هو ان انا هجيب المدورة دي وهرسم كده قاعدة دي بالنسبة للقاعدة اللي هيكون موجودة عليها الطبق تمام انا دايما بحب اعمل تدريجات يعني انا نصلا هنشتغل على الدرجة دي الغمقة دايما احب اغمى الموضوع شوية كده تمام عشان احط فيها لايت من جهة فتديني شكل افضل تمام بس قبل ما احطت خليين اجيب طبق الكشري اهو اهو وهبدأ اقعده كده طيب البيضاء هقف على كلمة هنا وهروح عند ال وهبدأ اختار تمام من هنا هبدأ اختار الاصفر بس اللي هيبقى رايح على البرتقال شوية وهقول له اوكي تمام كده الموضوع هتحس انه طافي طيب انا انا اقصد انه يبقى طافي عشان انا محتاجة ادخل مش هخلي الالوان تبقى سورة خالص تمام فخلينا الاول للاعدة انا هعمل فوق اللير بتاع الاعدة اللي احنا عملناها في الاول اهو عشان ابدأ ادخل اللي انا هعمله جوة الدايرة او الاعدة دي فقط وهجيب البروش تول هجيب البروش الخفيفة وهأكد على الصيز انها تبقى كبيرة مسلا بالشكل ده وهدوس وهبدأ اسحب اللون ده هدوس كليك شمال هيبدأ يتسحب معي في المربع ده هبدأ اخلي الدرجة دي تبقى افتح بالشكل ده هقول اوكي ممكن اخلي الفلو هنا يبقى مسلا سبعين او حاجة وهبدأ ادوس كليك هنا بالزبط شايف منجرد ما دوست كده الموضوع بدأ ينور معك نفس الخطوة دي هعملها في الاصفر يعني انا هروح عند السولد او الصفرة دي اهو وهبدأ مش محتاجة ادوس كنترول لان انا كده كده اللير هتخش جوة اهو هبدأ اروح على المربع وقلت وهسحب نفس الدرجة واقول له اوكي هتبدأ تتغير معي ومن هنا هبدأ انورها بالشكل ده اهو وهخلي الدايرة تبقى في نص الدزاين بالزبط يعني انت لو الصيز الصغيرة ممكن تكبرها او تصغرها اهو اهم حاجة انه ما تبقاش كبيرة درجة انه تبقى خارجة برا المربع او الاطار بتاع الدزاين تمام? فانا مسلا هبقى كده بالزبط وهبدأ ادوس كده شايف? بدأت الموضوع ينور بس هو نور قوي فانا هدوس كده فهرجع شوية على اساس ان ايه النور ما يبقاش قوي للدرجاتي وحتى في الارضية برضو ممكن اقلل النور اللي انا عملته ده هجيبه بس تشمل شوية بس كده انا زبطت الالوان شايف انت عملت لونين في اقل من دقيقة حاسات ان ادينا متناسقة اصلا مش محتاجة تمام? طيب تاني خطوة هعملها على طول هي الشادو بتاع الطبقة بعد ما هزبط قعدته والحجم بتاعه والامور بتاعته والدنيا كلها تمام? تمام? هبدأ اجيب الدايرة مش هجيب بقى البراشتول والجودة لأ انا هجيب الدايرة اللي هي دي وهخلي لونها يكون اسود وهبدأ ارسم دايرة على قد الطبقة فانا هنزل بس بالليار لتحت اهو ممكن اصغره كده على قد الطبقة وبعد كده هروح لفلتر والبلور وهاختار من هنا الموشن مثلا اهو كل ما هتوسع ده كل ما الشادو هيبدأ يفرط معاك بالشكل اللي انت شايفه ده فانا مثلا خليه نقول ان كده تمام هلزق او خلي الجزء ده يبقى مرفوع اللي فوق كده بس كده بالزبط تمام? وممكن اجيب الاستيكا هكبر زي ما هي كده والفلو مسلا خليه خمسين كبر وهبدأ امسح الشادو من وراء يعني انا عايز الشادو يبقى تقيل بس على الجزء اللي قدام ده تمام? اهو لو انت حابب تخلي الشادو كامل على اساس ان الطبقة يبقى قاعد ماشي حابب تخلي الشادو كده كأن يعني الطبق مرفوع او طير او فيه حركة او لقطة برضو ماشي عشان بس ما حدش اكتب لي في الكومنتات وايه والجو ده فدي الطماطم اللي انا جبتها اهو كل الكلام ده يبقى موجود في الديسكريبشن محدش يقلق تمام واللمون ده اخليه برضو يبقى هنا كده بالزبط وهبدأ اعمل الشادو بتاعه سريعا هبدأ اعمل قابل من النفس اللير بتاعة الليمون كنترول جي تمام? مع كده كنترول تي وهدوش وهبدأ اشد الجزء ده لتحت هنيمه كده او هخليه بقى مبطط كده تمام? خلينا بس عمل علشان المربع ما يبقاش كبير معي بالشكل ده وهخلي اللون يبقى سود وهعمل نفس الخطوة هروح لبلور والموشن بلور اهو بس مش هخليه يبقى زيادة اوي او كده تمام? ممكن وابدأ الزق بس الجزء ده عشان ما يبقاش نازل بالشكل ده. موضوع سهل جدا وبسيط واملوش حل يعني. تمام? كده الصغر اللي معنا خلاص خلصت. هبدأ اكتب الكلمة. اهو. طعم. وهيسيب لك الفونت اللي انا هكتب بيه دلوقتي في الديسكريبشن برضو. فونت كويس قوي يعني. مش معنى ان الفونتات حمدي اه تريند الحمد لله يعني لحد دلوقتي ان احنا نبدأ نستخدمها في كل حاجة. لأ خالص. موضوع يعني في فونتات تانية جميلة جدا. نقدر ان احنا نستخدمها. تمام? هعمل كشيدة كده صغيرة او بلاش. بلاش. اهو. تمام? كده كتبت الكلمة. هبدأ اعمل كونفيرت تو سمارت عشان يبقى الموضوع كله لير واحدة. وركز بقى. انا هعمل من نفس اللير. اهو. وهنزل بيها تحت شوية. هغير لونها. هخلي مسلا لونها الدرجة بتاعت القاعدة دي. اهو. تمام? وهاجع على اللير اللي فوق. اهو. هروح على البيفل. تمام? وركز بقى هنا في الحاجات دي. انا هبدأ ايه? العب هنا في الحاجات دي يعني ازود اناقص الدائرة دي. ابدأ احرك فيها شمال يمين. بص. يعني دلع ديزاين براحتك. تمام? خلينا اقول ان كده تمام? هبدأ مسلا امسك اللير اللي تحت. هي راحت فين? اهي. وهبدأ اعمل قابي تاني. وهنزل باللير بقى المرة دي لتحت شوية. وهغير اللون. للون يكون اغمق شوية. فيديك الشغل السري دي ده. وهبدأ اعمل دروب شادو بالشكل ده. اهو. تمام? فلما تجي تبص كده هتلاقي ان الموضوع بقى لذيذ اهو. طيب موضوع التربوش انت لو رحت على جوجل وكتبت تربوش آآ الطباخ مسلا. هيبدأ يجيب لك اهو. سهل خالص. هتبدأ تعمل بالشكل ده. تحميل. هنزل تحت. هعلم هنا. وادوس تحميل. اغلاق. هتلاقي ان هي نزلت معك اهو. هبدأ اروح. هشدها معي. هخلي اللير بتاعتها تبقى فوق. بالشكل ده. وهبدأ اصغر على قد حرف الميم. تمام? ركز معي. اهو. صغر. اهو. طيب. الجزء اللي على الشمال ده مظبوط. اللي على يمين لا. هدوس كنترول تي. وكليك يمين. اجيب الورب. وهبدأ اسحب من هنا كده. لحد ما خليها تبقى عليها بالزبط. هقف على اللير اللي هي باللون الابيض. وهعمل عشان اقفل اللير. وهعمل نيو لير وكنترول الت جي. ركز معي. وهجيب اللون الاسود. وهتأكد ان الفلو هنا قليل. والصائزة صغيرة. وهبدأ اعمل شادو للتربوش كده اهو شايف? بس كده. كأنه يعني متركب بالزبط. هوش كلام يعني. تمام? طيب يا صديقي اللي بعد كده. هحط مثلا بتاعي. اللي هو الكشري على اصوله. فانا هختار مسلا فونت كده يكون ايه? اهو هعمل كشي ده هنا كده لا مش للدرجات دي. اهو. وهجيبها هنا كده تحت الطبق. وهعمل كده يعني هدوس على حرف تي وهختار من هنا الكده ده. وهبدأ اقلله شوية. مع آآ ميل الكلمة عليك شوية كده كأنها يعني مزبوطة اهو. وهخلي اللونها ابيض. تمام? وهاخد وهشد عشان يعمل الكابي بعد كده على اصوله. وهبدأ اصغر. هشيل بس النقطتين من الكشرة على عشان ما تغبطش في الايه? ممكن تبقى غلط او لازم النقطتين يتحطوا بس معلش يعني نعديها مع بعضينا يعني. طيب. هبدأ اعمل ميرج للليارين اللي هو كنترول اي اهو. تمام? وبعد كده اه كنترول جي عشان اخد كابي من اللير. وهبدأ انزل شوية على اساس ان انا اعمل ايه? يعني سري دي شوية. كنترول يو. وهبدأ اسود كده الموضوع. اهو. وبعد كده هروح على ويندو واكشنز. وبعد كده هختار الاكشن ده. وهبدأ هدوس او بلايه. هستنى عليه كم سانية هتبدأ تشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. بص كده معي. طبعا الاكشن ده رهيب بمعنى كلمة رهيب اكيد هتحتاجه كتير جدا. طيب اخر حاجة وهي هبدأ اروح على وهتفهمه دلوقتي هي ايه? وهكتب هنا تاني واحدة اهو. وهبدأ انزل. طبعا انت فهمت انا عايز اعمل ايه? انا هختار الشكل ده. هدوس كليك يمين نسخ الصورة. هروح على ديزاين كنترول في. عشان انزل اللي انا بعمله ده بست. هكبر التكيتشور على قد الدزاين. هاجه عند النورمال هنا هخليها الملتيبلاي. وبعد كده هقلل وبست شوية. طبعا دي اه الحتة اللي الناس كتير جدا سألتنا عليها. طيب اخر حاجة هعملها هو ان انا هروح على جوجل وهكتب دخان. تمام? وابدأ اختار الشكل اللي انت شايف انه هيبقى مناسب معك براحتك. وهبدأ نسخ الصورة. هروح على ديزاين كنترول في. حاجة عند النورمال خليها سكرين. طبعا الموضوع في زحمة او هتجيب بالشكل ده هبدأ اسحب من الجزء ده. هيبدأ شايف يخفي لك بعض الحاجات الرخمة يعني. وبالاستيكة. خفيف كده. هبدأ امسح الزيادات. طبعا لو دي كلها مش مريحك تقدر تغير براحتك. للي يعجبك. انا بس ايه بديك الموضوع سريعا. طيب اخر خطوة بقى هو ان انا هروح عند الكيرفز هنا كده. والارجي بي هجيب الرد وهبدأ ارفع سينة صغيرة شايف لما بعلي وبواطي. انا هنا بخلي الاحمر يبقى اقوى شوية. هنا بص لو رفعت من هنا ونزلت من هنا. وجبت الازرق رفعت شوية او نزلت شوية. لا 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 لا. كده كده الكيرفز رفع على اخر. بس خليني ايه سينة بص كده. ايه لمسة بس والله بتفرق وبتدي شكل دي كويس جدا في الدزاين. وبس كده يا سيد عملنا الدزاين تقريبا في اقل من خمس دقايق صح كده. النوعية دي ان شاء الله هنركز على في الدروس الجاية. سيب رايك في الكومنتات علشان ان شاء الله اللي جزاء الجاية هنتكلم عن تنسيق الالوان بالزبط وهنتكلم عن اخترق الفنتات برضو بالزبط. اشوفك على خير مستان رايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.